موسيقى مجز الأخبار من الرافدين أهلا بكم فجر مجهولون برجي كهرباء بين مدينتي حديثة والقائم في الأنبار غربي العراق وأسفر الحادث عن انقطاع تام للكهرباء في قضائي القائم ورمانة كما سقط برجان للطاقة الكهربائية وتضرر برج ثالث في محافظة نينوى من جراء استهدافهم بعبوات ناسفة وأفادت مصادر أمنية بأن الانفجار وقع قرب قرية بطيشة جنوب الموصل مستهدفا خط كهرباء سد الموصل القيارة وتسبب في توقف خط ملاء عبدالله المغذي لقضاء الدبس في محافظة التأميم تسبب بتوقفه عن العمل أقرت مفاوضية حقوق الإنسان في العراق بأن محافظة البصرة تواجه نتائج خطيرة وكارثية للأوضاع السيئة فيها من جراء القطع التام والمتكرر للتيار الكهربائي قالت المفاوضية أنه بالرغم من الأوضاع السيئة التي تعيشها البصرة بسبب انهيار منظومة الطاقة الكهربائية إلا أن هناك إهمالا حكوميا واضحا في معالجة الأزمة في ظل شح وتلوث المياه مشيرة إلى أن البصرة تشهد انتهاكات خطيرة وكارثية ويجب إحالة المسؤولين عنها إلى القضاء قتل وأصيب سبعة عشر مدنيا بقصف لقوات النظام السوري والميليشيات التابعة لإيران على محافظة إدلب شمالي البلاد وأكدت مصادر الصحفية وطبية أن قوات النظام والميليشيات استهدفت بأسلحة مختلفة عددا من القرى جنوبية إدلب ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة تسعة آخرين يشار إلى أن قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لإيران رفعت مؤخرا من وتيرة استهدافها لمناطق خفض التصعيد شمالي سوريا وصفت منظمة سام للحقوق والحريات اليمنية قرار ميليشي الحوثي مصادرة وحجز جميع أرصدة وأموال وودائع بنك التضامن وهو أكبر بنوك اليمن الأهلية والتجارية وصفته بالقرار الجائر والمشين وعدت المنظمة الحقوقية الإجراء بالسلوك غير القانوني كونه صادرا عن محكمة غير مختصة بالمنازعات التجارية وتخضع لسلطة انقلابية غير شرعية تنفذ سلسلة إجراءات إقصائية ضد القطاع المصرفي منذ أشهر قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن الانسحاب من قاعدة باغرام شمالية العاصمة الأفغانية كابول يعني أن عملية الانسحاب من أفغانستان شارفت على نهايتها وكانت وكالة رويتارس قد أوردت أن جميع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي غادرت أكبر قاعدة جوية في أفغانستان ما يعني قرب إتمام الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان من جهة أخرى أعلن البنتاجون أن المفاوضات مع تركيا لتأمين مطار كابول لم تصل الاتفاق حتى لن وأن قوات دولية ستبقى في مطار كابول من أجل تأمينه ختم المجز ظلوا دائما في رعاية الله اشتركوا في القناة